اشتركوا في القناة هدوات اللي ممكن تحتاجها وبنفس الوقت طريقة التحضير ونشوف مع بعض الآن طيب أول شي رح أبدأ فيه قبل لأبدأ طبعا أنا بالعداء إذا رحت أي كافي وعجبتني القهوة الباردة عندهم فأقوم أحتفظ بالكوب وشوف وزنه أو أشوف المليات كم طبعا هذا الأكواب هذا الكوب مثلا زيادة عن 400 ملي فمعنات أنه زايد عن اللتي اللتي معروف من 280 إلى 300 عندنا الكوب هذا 280 تمام 280 ملي لكن لما أنت مثلا تشتري قهوة من محل أو كافي عفوا وتحب طعمه فأسأل ما يمنع أسأل إش المكوناعة أسأل إش المعايير بالنهاية أنت عندك كوب مثلا زي كذا أنت ما تدري كم حجمه شلو أنت تعرف الحجم بشكل بسيط حط الكوب على الميزان تمام صفر الميزان وبدأ صب موية للأخير عشان بنهاية تعرف أنت مع الوزن اللتي قاعد تتعامل معه عشان تقدر توزن المكونات اللتي أنت جالس تحضرها الآن بشكل عام دائما لو تلاحظ في المشروبات الباردة يسمونها البستاشيو لتي سبانيش لتي أغلبها تلاحظ أن كلمة لتي هي بالأخير ليش لتي لأنه بالنهاية أنت تتكلم عن حجم كوب لتي الآن هذا الكوب تقريبا 300 حوالي لتي ممتاز 300 عليها تقريبا يعني معناها الحجم لتي أنت ممكن بالنهاية تسوي سبانيش فلات وايت سبانيش كورتادو لأن حجم الأكواب هي اللي يفرق معك بالنهاية ممكن في الكوب هذا أنت تسوي سبانيش فلات وايت اللي هو 175 75 ملي فبالنهاية أنت كمستخدم منزلي لك الحقيقة أنك أنت تسوي الوصفة اللي أنت تأجبك المعايير اللي أنت تشوفها مناسبة بالنسبة لك لكن المكونات الأساسية دائما اللي هو الحليب زائد الإسبريسو حجم الإسبريسو واحد وحجم الحليب متغير مع حجم الكوب أو حجم المشروب اللي أنت بتسويه مع إضافة اللي هو السوس أفضل دائما إضافة السوس وليس سيروب لأن السيروب يعني فيه مواد خلنا نقول منكهة فممكن تخرب عليك الطعم لكن الأفضل أنك تستخدم صوصات صوص البستاشيو صوص الكراميل صوص الوايت شوكولت اللي أنت تتبعه بالنهاية أنا بتكلم عن أساسيات وانت عليك أنك تنطلق وتسوي الوصفات اللي تعجبك وكل اللي تشوفها مناسبة بالنسبة لك نقول بسم الله طيب خلينا نأخذ مع بعض الآن وش الأدوات وش المكونات اللي تسوي لي قهوة باردة طبعا أول مكون اللي هو القهوة نفسها القهوة ينصح دائما باستخدام الخلطات شلون الخلطات؟ مثلا القهوة هذه جاية من أثيوبيا وقواتمالا وإندونيسيا ليش أنا دائما أختار الخلطات أنها تكون مخلوطة من أكثر من منطقة وأكثر من نوع بون في كيس واحد لكن بالنهاية محموسة حمصة درجة واحدة لأن بالنهاية لو تجي تاخذ السينجل أوريغن أو المصدر الواحد من مزرعة واحدة تحصل السعر أغلى مرتفع أكثر من أنه يكون خلطة فالخلطات بالنسبة للمشروبات الباردة ما تفرق كثير لما تكون أنت جاهز تشرب السبرسو الحالة ممكن أنك تستخدمها ما يمنع أكيد لكن بالنهاية عشان توفر على نفسك دائما نستخدم الخلطات في مشروبات الباردة الأداء الجميلة اللي ممكن أنت فعلا تستخدمها هو الشيكر على أساس أنك أنت لما تخلط الصوص وتخلط الحليب مع بعض تحاول يعني تخليها يندمجون مع بعض طبعا مهو ضروري أو مهو أداة ضرورية ممكن تخلط في أي شيء أهم شيء أن يكون عندك على أقل لو معيار أو ممكن أنك توزن مباشرة وهذا أهم طبعا الوزن يكون أهم على أساس أنك أنت تحدد المعايير تحدد الوصفة اللي أنت جالس تسويها عشان في كل مرة تدوق نفس الطعم مو في كل مرة يختلف عليك الطعم طبعا ممكن يختلف عليك الطعم باختلاف اللي هو نوع القهوة نوع الإحاءات اللي موجودة في القهوة طبعا والمكون الأساسي برضو اللي هو الحليب ممكن تستخدم في الحالة هذه بما أنك أنت ما في تبخير حليب فممكن تستخدم اللي هو قليل الدسم أو خالي الدسم خالي من اللكتوز اللي أنت تحبه أو ترغبه في المشروب المكون الأساسي دائما طبعا الميزان والكوب اللي أنت تحتاجه المكون الأساسي اللي هو إسبريسو ساعة حليب الإضافات أنت حر فيها طبعا المشروب اللي عندنا الآن رح نسوي اللي هو الاسبانيش لاتي طبعا بيحكم أن الحجم الكوب هو حجم لاتي فيسمى بمسمى الحجم فالاسبانيش لاتي عبارة عن حليب مكثف نسلة تمام من أي شركة ممكن تحبها أو ترغبها زائد حليب زائد قهوة إسبريسو ممكن تضيف عليها لو حبيت منكه زي الفانيليا باودر أو المحلول حق الفانيليا على حسب حريتك الشخصية بالنهاية أنت كمستخدم منزلي عندك الحرية أنك تسوي الوصفة اللي أنت تحتاجها لكن أنا أعطيكم أساسيات كيف توزن كيف المفروض أني أعرف أنه هل الوزن هذا يعني خلنا نقول مناسب أو غير مناسب طيب نبدأ الآن بالوزن بشكل مبسط وبالنهاية الخيارات لك ولا تعتمد على هذا الشيء هذا كشيء أساسي لكن اعتمد عليه كمفتاح يوصلك لوصفات أنت وممكن تسويها طيب الآن أنا عندي مثلا 300 ملي هذي أنا رح أخذ من البن 20 قرام رح نزلها سبريسو 40 ملي تمام دابل شات هو دائما دابل شات هو المتعرف عليه عالميا رح يصير ناقص من الكوب 40 ملي تمام ف40 ملي هذي رح أخذها من أصل 300 رح يبقى عندي 260 260 رح أضيف 60 ملي حليب مكتف تمام والباقي الكمية رح تكون حليب طبعا أنت حط في بالك أنه فيه 10 ملي أو 20 ملي رح تكون ثلج تمام فالشيء هذا أنت حطه في بالك ممكن حتى ما تضيف ثلج لأنه أريد أصلا الحليب بارد لكن أكيد بما أنه مشروب بارد ودك أنه يبقى بارد فالأفضل أنك أنت تحط اللي هو ثلج على أساس أنه يعني تحسب حسابك أنه بالنهاية من المكونات 40 ملي سبريسو 60 ملي حليب مكثف ممكن يقل أو يزيد على حسب الرغبة والحليب باقي كمية الكوب اللي هي رح تكون تقريبا حوالي 200 طبعا نخص من الميتان هذه 20 ملي اللي هي حق الثلج ممكن تحط 6 مكعبات حسب الحجم أو ممكن تحط 10 اللي أنت تشوفوا بالنهاية ونشوف مع بعض وش اللي ممكن يطلع معنا طيب الآن رح ناخذ الحليب المكثف 60 ملي تمام ممكن تحط بستاشيو ممكن تحط أي صوص يفضل دائما استخدام الصوص عن السيروب لأن الصوص هو اللي ينكه بشكل سليم لكن السيروب ممكن يضاف عليه مواد كيموية ممكن تخرب عليك الطعام أو تستغرب من الطعام زيادة اللزوم ناخذ الستين بالضبط إن شاء الله تقريبا حوالي تمام خذينا الآن 60 60 ملي من أو 60 جرام من الحليب المكثف الآن رح نضيف عليها الحليب اللي هو بقيمة كم 190 والباقي يكون 10 أو 20 ملي حسب الرغبة اللي هو الثلج فعشان كذا خذينا الآن 60 رح نصفر الميزان ونضيف حليب بقيمة 190 أحتاج حليب زيادة تمام ناخذينا 190 حليب والآن نسكر الشيكر بالشكل هذا نتأكد أنه مسكر عشان ما يتناثر علينا ونبدأ نخلط المكون الأساسي أو المكون حبي تضيف اللي هو الفانيليا باودر على راحتك اللي تشوفه أهم شي أنك تتأكد أنه يختلط مع بعض بحكم أن الحليب المكثب كان حرارة دافية والحليب كان بارد فلا بد أن يأخذ وقت عشان ينخلط مع بعض يصير كله كتلة واحدة طيب خلينا الآن نضع الثلج نضع قطعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني ثمان حبات تمام ونضيف عليهم الحليب مع الحليب المكثف والآن أضفنا اللي هو الحليب المكثف مع الحليب كامل الدسم الآن باقي علينا بس نستخلص الاسبرسو ويلا نستخلص مع بعض طيب الآن بعد ما وزلنا كمية البن بعد الطحن خذين 20 جرام نساوي السطح شوي عشان ما يتناثر علينا البن وقت التوزيع نحط الموزع بالشكل هذا نكبس عليه شوي وبعد عكس عقارب الساعة كالعادة نتأكد دايما أن استخلاصنا يكون سليم ومثالي عشان أحصل على طعم مناسب والكبس يكون قوي بسم الله نتأكد من السطح أنه يكون مستقيم بالشكل هذا ويلا نستخلص أغلب الأكواب المخصص المشروبات الباردة تحصل طولها يمكن ما يناسب المكينة بالشكل المطلوب عشان لو حبي تتصور أو شي فممكن تتخلص من قاعدة فبيكون أسهل عليك لو حبي تتصور أو أنك تبقى زي ما عند اشتركوا في القناة وبكده خلصنا قاوتنا ولله الحمد وعليكم مليون عافية لا تنسوني من دعاكم أولا ثم دعمكم اللي الله يحلمني منه وبنفس الوقت شاركوني تجاربكم ولو عندكم أي استفسارات أنا في خدمتكم دائما يا تكم رافي ترجمة نانسي قنقر